52 بندا أقر في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء التي عقدت في السرايا الحكومية أبرز النقاشات تركزت حول زيارة الرئيس سعد الحريري المقبلة للرياض لحضور القمة العربية الأمريكية المشتركة حيث تمنى عدد من الوزراء أن تتسم مشاركة الحريري في القمة بالموضوعية من دون أن يجرى لبنان إلى موقف مناهد للمقاومة كما ناقش مجلس الوزراء موضوع قانون الانتخاب فأبد الحريري تفاؤله بإمكان التوصل إلى حل وإقرار قانون جديد مجددا موقفه باعتبار الحكومة حكومة فاشلة في حال عدم التوصل إلى حل وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد صرح قبيل دخوله الجلسة بأن هناك متسع من الوقت للتوصل إلى قانون جديد وفي حال تعذر ذلك يبقى قانون الستين قانونا نافذا أقر جدوى الأعمال بكاملة وتحدث دولة الرئيس عن زيارة المملكة العربية السعودية لمشاركة لبنان في القمة الإسلامية الأمريكية نهاية هذا الأسبوع أنا أقول لك أن مجالس الوزراء إلى أماناتها لا نقول شيء لخارج مجلس الوزراء بس أكيد هناك حرص على الالتزام بالبيانة الوزارة بشكل كامل وحرص على كل لبنان من دون أي استثناء وكان وزير المال علي حسن خليل قد أعلن قبل الجلسة أنه أحال إلى مجلس الوزراء مقترح التجديد لحاكم مصر في لبنان رياض سليمة معتبرا أن الرئيس الحكومة هو الشخص المخول أن يطرح البند من خارج جدول الأعمال ومع انقضاء الجلسة أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادي أن بند التجديد لم يطرح ولم يصر إلى تجديد ولاية حاكم مصر في لبنان